يسعي دوقاتكم احبائي واهلا وسهلا فيكن وبكل متابع جديد انضم للقناة اليوم رح اعمل حالة سنيكرز حالة بارد ولزيز بدون فرن وبدون كريمة وبطريقة سهلة ومكونات بسيطة وقبل ما ابدأ الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة ويلا نتابع الطريقة المكونات عندي اربع معالق كبيرة من الطحين رح ضيف عليها اربع معالق كبيرة من النشاء نشاء الذرة ونصف كاسة من السكار الحبيبات ونصف كاسة من الكاكاو المر الخام ورح اضيف معلقتين اه من القهوة سريعة الزوابان النس كافي بخلط هالمقادير الجافة كلها مع بعضا خلطها بشكل كويس وهلأ رح اضيف لتر من الحليب السائل اه ما يعادل اربع كاسات وزي ما متوفر عليك عندك الحليب السائل ممكن تسخد حليب البودرة اه لكاسة المي بتحطي لها معلقتين من الحليب البودرة وهلأ بحرك هالمقادير كلها على البارد طبعان حتى يدوب عندي النشاء والطحين مع باقي المقادير هلأ بحطن الطنجرة وارفعن على النار وبضل عم حرك فيه هون ما بوقف عن التحريك ابدا حتى ما يلتصق الطحين اه بي اه بالاسفال هو والنشاء وهيك هلأ بس نقرب رح ايغلي رح اضيف معلقة كبيرة من الزبدة بتعطي طعمة كتير طيبة لهالخلطة ونكهة لذيذة كتير هيك بدوبة للزبدة مع هالمزيج هاد وبس نقرب هيك يغلي اه وتطلعت عندي هالفقاعات هاي معناته صار المزيج جاهز وبطفي تحته النار هلأ بصحن التقديم رح اجيب بسكويت ورح اغطسهم بالحليب غطس بسكويت بالحليب وبصفهم بهالشكل هاد اي بسكويت عندك سادة ممكن تستخدمي وهلأ رح احط من المزيج اللي عملته مزيج الكاكاو رح اعمله كمان طبقة وهو سخن طبعا طبعا رح اضيفه ورح احط هالأ طبقة من البسكويت كمان مغمس بالحليب صارت عندي هيك طبقة وبضيفه كمان طبقة من مزيج الكاكاو والطحين وباقي المقادير وبسوي السطح هيك بواسط حتى يصير السطح املس ورح احطها هي تبرد بالبراد افضل يعني اه بينما احضر النقادير الثاني فعندي هلأ رح احضر بهالوقت الكراميل رح احط سكر كاسة سكر بطوايا عن نار نار هادية طبعا بده تكون وما بحركه ابدا ما بحركه ابدا للسكر هيك انا هلأ حطيته ما بحركه بتركه حتى يدوب على مهله متل ما ملاحظين هيك بدأ يدوب بالتدريج عندي اللي هيك صار بهالشكل هاد داب بمعظمه هلأ بحركه حتى هيك يدوب السكر بشكل منيح وكله نار هادية ما بقوي ابدا حتى ما يتغير لونه او يحترق السكر هلأ هيك داب عندي نهائي ضفت معلقة من الزبدة معلقة كبيرة بحركه هيك حتى يدوب وراح اضيف نص معلقة من المي هلأ هيك متل ما ملاحظين المي رح تعمل لالسكر بصير بشكل هاد بعطيه هيك تجمعات فاااا عادي هادا بترجع بالدوب كله بالتحريك وراح اضيف هلأ نص معلقة من آآ عفوا نص كاسة من المي مدوب فيها معلقتين من النشاء الآن نضفتون للكراميل لأن النشاء سيعطي تماسك للكراميل وبتابع بهالتحريك على ناري حتى يدوب عندي ولا يضل أي تكتلات للسكر الآن يغلي على البهدوء وداب كل التكتلات اللي فيه شوفوا لونه ما شاء الله ما أحلى لأنه ما قوين النار أبداً ما لازم ينقوية الآن بضيف فول السوداني يفضل يكون محماص بالفرن أو بطوايا كاسة من هذا الفستو المأشور وحركوا مع هذا المزيج حتى يدقل عندي المزيج الكراميل الآن طلعت العملناها في صحن التقديم وحطيت عليه طبقة الكراميل مع الفستو السوداني فول السوداني هي ساخنة بحطها عليه حتى تعمل طبقة فوق الطبقات اللي كنت عملتها وبوزع هيك بشكل كويس يتوزع هال فستو هيك بشكل منيح وهلأ بدي بستبرود وحرارت المطبخ وبدأ دخلها على البراد كل ما بردت أحسن وهلأ هيك وقت اللي صار عندي هلأ الحالة جاهز رح أقطعه ويعني أقطع البريدة وبجد طلع حالة يعني كتير كتير لذيذ وطعمته بتاخد العقل ومكوناته متل ما شفته بسيطة وطريقته سهلة والطعم كتير طيب طعمة الكاكاو مع الكراميل خفف من حدة الكراميل وحلاوته وهي الطبقة المزيج الكاكاو كتير لذيذة وعطيها طعمة شوكولات فبنصحكم أنكم تجربوا هالحالة هاد وهو حالة بارد بتقدم بارد خاصة بالصيف كتير لذيذ فإذا عجبتكم هالوصفة لا تنسوا تحطونا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة وشكرا للمتابعة اشتركوا في القناة